عوفونا حانة في كل مقصود عاج صورت كبيرة سعى العملك 13 سنة من وراء هذه الكلمات استمدت حنان شجاعتها ولملمت تفاصيل حكاية تعنيف مرت بها لتعلو خشبة المسرح وتسردها للحاضرين وجعاً وهمّاً وفي تعابير وجهها استوطنت إرادة قوية لتغيير الواقع أصرخوا في صوت عالي هذه رسالتي لكل إمرأة معنفة لأنه صرختها راح توصلها لمحل كثير بعيد الهدف من كتابة القصة اللي فيها عنف وفيها جرح كبير هو توعية كثير من النساء اللي بيعانوا هاي المناظرامة إذا بتأثر على واحد من مية فهي وصلت رسالتها أنا أصريت وعنبت ورأس اليابس اشتغل أنا بدي يا يعني بدي يا من بين الحاضرات من تذكرت نفسها فكانت مسرحية كل مكتوب استفاقة لما هو مكبوت من مشاعر ظلم أنا أوانها أن تنفرج أول سبب لأني أنا مطلقة وأنا قضيت كل أنواع العنف والموضوع كثير شدني لأنها قصة حقيقة تحكي واقع حقيقي واقع مؤلم حلو الواحد يكشف الأشياء المعاناة اللي هو وعناها صالح محاطا بالجنس اللطيف ومستحبا زوجته جاء ليصي ويتشارك مع نساء مجتمعه مناهضته لآفة هي الأخطر وتكاد تفتك بأسر عربية عديدة العنف ضد النساء هذا عمل حيواني للأسف هذا موجود هذا نشيط جدا يعني في مجتمعنا الحربي كل هنا لامس أو سمع أو عايش تجربة عنف مجتمعي وهذا النوع من الفن الشجاع ما هو إلا خطوة تعبر عن رفض قاطع لآفة تغلغلت في بيوت كثيرة ولن تنقطع خيوتها دون ما نشر وعي كبير بمخاطرها بين النساء والرجال